بسم الله الرحمن الرحيم معالي دولة رئيس الوزراء سيدة أنا كلاوديا الروسبخ معالي السادة الوزراء السيدات والسادة أهلا بحضراتكم جميعاً تسمحوا لي في البداية أتوجه بشكر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على اختيار جمهورية مصر العربية لاستضافة أحد أهم المنتدات العالمية على الأجندة الدولية في مجال التنمية العمرانية المستدامة فقد شهدت جمهورية مصر العربية منذ تولي فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي طفر عمرانية غير مسبوك محورها الرئيسي هو الإنسان وقد نجحت مصر في وضع حلول المشاكل المزمنة التي عانى منها العمران المصري لعقود كبيرة وستطاعت العمل على ملف جودة الحياة وتحسين معيشة المواطن المصري وجاءت جائزة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 2020 دليل آخر على الدور الفعال للمشروعات القومية في التنمية المستدامة لمصر كما سيهيئ المنتدى الفرصة لمراجعة قضايا التحضر من خلال الأجندة الحضرية الجديدة وكذا ما تم إنجازه نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي القومي هذا فضلا عن التشاور عن كيفية المواجهة الدولية المشترقة لكافة تحديات التحضر وعلى رأسها الهجرة غير المخططة من الريف والتمدد العشوائي للمدن بالإضافة إلى منقشة وسائل توفير موارد التمويل اللازمة لحل مشاكل التحضر وإنجازه بشكل آمن ومستدام ومرن يناقش المنتدى أيضا قضية التحول التكنولوجي للمدن ومحورها الأساسي الإنسان وفي هذا الصدد أذكر باعتزاز ما أنجزته مصر خاصة في مجال بناء المدن الجديدة الزكية وعلى رأسها مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين الجديدة وغيرها من مدن الجيل الرابع والتي تم تنميتها لتكون مدن زكية خضراء مستدامة وجميع هذه المشروعات استطاعت أن تقفز بالمساحة المأهولة والقابلة للمعيشة في مصر من 7% إلى 14% وذلك ضمن استراتيجية قومية للمدن الزكية وخارط الطريق للتحول التكنولوجي التدريجي للمدن المصرية سيتم إطلاقها ضمن فعاليات المنتدى الحضر العالمي وعلى هذا فإن من أهم الأهداف التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها من تنظيم المنتدى الحضر العالمي هو منقشة التحديات العالمية للعمران بمشاركة الجهات الحكومية الدولية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المدنية والأكاديمية من أكثر من 175 دولة حول العالم وعرض الأمثلة الرائدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومنها التجربة المصرية يتضمن المنتدى محاور عدة منها ما يخص قضايا الإسكان والتنمية المستدامة ولعل هذا الملف من أحد الملفات التي سعت لها مصر منذ عام 2014 وحتى تاريخه من خلال إطلاق سياسة قومية للإسكان تمثل خارط الطريق وصولا إلى برامج تنفيذية ضمن برنامج قومي طموح لمشروع سكن كل المصريين لضمان توفير السكن الملائم الميسر للجميع وقد استطعت الدولة المصرية حل مشاكل المناطق العشوائية وبالأخص المناطق الخطرة والغير أمنة والغير مخططة من خلال توفير مناطق سكنية بديلة توفر الخدمات الأساسية والسكن الميسر للجميع إن الخبرات المتركمة للدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة في التعامل مع التحديات العمرانية أصبحت وبلا شك نموذج يمكن تقراره وتصديره مع الدول الأخرى ومن ناحية أخرى فإن بناء الجمهورية الجديدة من خلال استكمال المشروعات الجارية وتنفيذ مشروعات وبرامج جديدة يتطلب مزيد من تبادل الخبرات الدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهو ما نسعى له جميعا وفي الختام نتطلع لمشاركة المختصين والمطورين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني للمشاركة في المنتدى الحضر العالمي منتظرينكم جميعا وبالتوفير الجميع شكرا جزيلا شكرا جزيلا